هل يا أصدقائي معكم سامو؟ طبعا هذا الفيديو يا أصدقائي مثل ما شفتوا بالعنوان اليوم يا أصدقائي هو يوم الاثنين وطبعا يا أصدقائي اليوم بكاكس دي بعثت لي الإيميل الجديد تبعهم فاليوم يا أصدقائي الإيميل رح يتكلم أو رح يتحدث عن الجزء الثاني تبع تحديث الموضة أو تحديث رينبوهاي طبعا يا أصدقائي اليوم رح نتعرف على كل الأشياء اللي رح تنزل خلال هذا الأسبوع والأشياء هذه مرة خرافية طبعا يا أصدقائي عندنا ملابس جديدة وحيوانات وأشياء كثيرة فخمة لازم تتعرفوا عليها لهذا لازم تشاهدون هذا الفيديو من الأول للأخير لح تتعرفوا كل التفاصيل لأنه رح نشوف الصور وتسريبات كلها فالأخبار هذه جدا مهمة لكم جميعا فهس يا أصدقائي لا تنسوا تحطوا كثير لايكات على هذا الفيديو أصدقائي لا تنسوا تشتركوا بالقناة لو بعدكم ما مشتركين وحاليا أعتقد يلا نبلش الفيديو تبعنا فلتس جو فتمام أول شيء بالإيميل تكلمت عنه Gossip Girl وهو السيارة اللي نزلت حاليا السيارة تبع التحديث فبالأول هي قاعدة تتكلم عن الأناقة والسرعة والمميزات حق هاي السيارة لأنه حرفيا دمجت أو مزجت كل شيء في مرة واحدة تمام فتقول هذه السيارة المناسبة كمان في لعبة X-Duras لأنه يا سقاي لحظة نجرب كمان عشان تتأكدون وتقول هي تتسعى لأكثر من شخص والحيوانكم وهاي الأمور والسوالف فصراحة نشكلها كثير بجنين نشوفو وطبعا هي سريعة من جد وأنيقة يس لونها حق موضة وأنيق شوفو شلون سرعة مو طبيعية يعني نسوي لها مثلا اختبار فينا نشوف نجي من هون أوكي نسوي لها اختبار أوكي شفت يا سقاي أنا كنت عند هذيك الشجرة وشوفو حاليا وين وصلت بنص الطريق حرفيا فجدا موثيرة هاي السيارة أش رأيكم بها أنا عن جد كثير حبيتها بس للأسف هي بشحن يس يس هي بشحن لأنه ما طلعت لي أول ما نزل التحديث لأنه بيكاكسي عطتني إياها فلما بتعطيني بيكاكسي الشيء هو بيكون بشحن شوفو كمان من الداخل شلون شوفو كيف الكراسي حلو فواقعية مرة هذي السيارة أكثر من باقي السيارات الموجودة في بيكاكسي يس فحلو شوفو كمان طلع لنا هاي الأضواء الزرقة فواو واو حرفيا آه كمان عندها قفزة نفس ما تشوفون طبعا أنا كان عادة بقول لكم ماذري ليش بيكاكسي قاعدة تضيف قفزات في السيارات يس لأنه خلونا نكون منطقيين أكثر وواقعيين أكثر فحلو أعتقد مسوينها فقط عشان الصناديق السرية أو هاي الأشياء أوكي طبعا حاليا رح أقول لكم خبر مرة حلو لأنه حاليا رح نشوف الأشياء اللي رح تنزل بالجزء الثاني تبع التحديث تمام فما عرف إيش أبليش لكم بالأول الحيوان ولا الباقة يلا خلينا أبليش لكم بالملابس أو المفاجأة الكبرى أوكي ركزوا والسمعوا يا سقاي ضيف خاص قادم إلى عالمنا يس هذا هو عنوان الخبر طبعا يا سقاي تقول غوسب غول من الواضح أن حضور المشاهير لا يمكن أن يغيب في هذا التحديث يعني ضروري ينضاف شيء إلى مشهور تبع بيكاكس دي يعني من الناس اللي سبق لها وتعاونت معهم فتقول غوسب جورل عندما يتعلق الأمر بالموضة فنحن نتحدث عن لوليكا يس لأنه يا سقاي هذا الخبر هو نفسه الخبر اللي كنت قلت لكم عنه بالفيديو السابق يس الخبر طالح سحيح فتقول غوسب جورل لوليكا تأتي بمجموعتها الجديدة يس مجموعة أو كوليكشن مرة حلو والخبر الأروع يا سقاي اللي أكيد 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 كثير ناس سألت عنه وهو هل ملابس لوليكا أو التعاونات تبعها السابقة ملابس الباندا حقها رح ترجع أو لا والإيجابية سقاي باختصار هي كمان رح ترجع فهذا خبر ما رحلو ومفرح للناس اللي ما سبق لها وحضرت لهذيك التحديثات أو ما اشترتها أو حتى ما كانت بتعرف اللعبة وقتها يعني ما عرفتها وقتها وما دخلتها وما كانت بتعرفها أصلا فعلى العموم لذو ما طويل عليكم تعالوا نشوف شكل الكوليكشن التحفة من جد تحفة مطبيعية فواحد اثنين ثلاثة وهذه يا سقاي الصورة أو الباقة من جد باقة كثير حلوة بالأول أكيد رح نروح للملابس طبعا يا سقاي شوفوا لي الشعر لليك الجديد بهذه المجموعة حرفيا شعر مرة حلو تسريحة جديدة من نوع فخم وانيق من جد انيقة وكمان يا سقاي شوفوا لي شكل البلوزة تصميم حلو بالبنفسجي وكمان فيها قلوب وطبعا يا سقاي النظارات هي دائرة نفس النظارات الموجودة عند لليك حتى في الحياة الواقعية سبق لي كثير مرات شفت عند هيك نظارات وكمان يا سقاي الوجه الوجه يا الله قصة عشق مطبيعية بالله عليكم حبيته ولا لا صراحة هذا الوجه أنا حبيته أكثر خصوصي انه بيكاكسي لأول مرة تسوي لنا هيك تصميمات من جد المايكوب هذا مرة حلو فخم السايل مرة أنيق وطبعا يا سقاي لأنه الفكرة أساسا من هالباقات وهو الباندا فبيكاكسي كمان ما استغنت عن الباندا بحيث نشوف استخدامته كمان بالحقيبة بنسبة للحقيبة يا سقاي صراحة التصميم تبعه كثير حلو أنا مرة عجبني شوفوا شلون قليلا ما تسوي بيكاكسي هيك تصميمات حتى التنورة التنورة كمان بالأزرق فكمان فيها قلوب فمرة حلوة وحاليا تعالوا انتقل للآثاث طبعا شوفوا لي الطاولة الطاولة موجود فيها حرف L على اسمها لأنه اسمها هو اليوليكا فبيبلش بL وكمان يا سقاي التليفزيون لاحظ شاشتها بالنص موجود حرف L وكلها بالPink فحرفيا هاي الباقة للناس اللي بتحب البنك والبنفسجي أكثر شي يعني للبنات بصفة عامة للأسف الأولاد هالمرة يعني نسحب عليهم بشكل مطبيعي فطبعا يا سقاي كمان شوفوا لي الكورسي مرة حلو أو فينا نعتبر ها كنباية يعني أوكي شوفوا شلون وأحلى شي صارت بككس تسوي هذا التصميم كثير لاحظته طبعا صارت تسوي هاك وسادة على الكنباية يعني نفس الواقع حتى فطبعا شوفوا هاي المرة حاطلنا الباندا النفس ما تشوفون وكمان يا سقاي ايش حاطة لكم بعد حاطة سجادة على شكل باندا يا الله جمال مو طبيعي فحاليا يا سقاي فيني احكي لكم انه رح ننتقل للخبر يلي بعده فبالنسبة للخبر اللي بعده باختصار رح يكون عن الحيوان الجديد واللي اعتقد يا سقاي اكيد شفتوه بواجهة التحديث لما تدخلون على اللعبة تمام فتريدون يا سقاي نشوف شكل الحيوان ناس ما تشوفون يا سقاي في هذه الصورة اللي قاعدة توضح لنا شكل الحيوان طبعا بالاول هذا الحيوان هو عبارة عن كلب انا اتوقعت كل شي توقعت كمان يطلع خاروف بس انه يطلع كلب ما توقعت صراحة شكلها مر غريب تمام واسمه يعني هيك كلب البودل تمام فيمكن هذا نوع من انواع الكلاب تقول غوسب جول هو يتميز بالاناقة اتفق معاكم الملامي حقه مرة كيوتو لطيفة كذا فعلى العموم يا سقاي فيني كمان احكي لكم انه هذا هو ايميل اليوم بالكامل طبعا يتضح انه في مفاجآت ثانية غوسب جول ما تريد تخبرنا عنها بهذا الايميل فبس يسقى هذا هو فيديو اليوم بالكامل حرفين يسقى لو استبتعتوا واستفتوا عرفتوا كثير تفاصيل واخبار لا سنتدعموا بكثير لايكات واذا لا تنسوا تشاركون بالقناة وتفعلون زر الجرس وبس مع السلامة باي باي السلام